مرحبا كيفكم معكم ابو علاق مرة تاني من قناة لوو سكيتس بعد الفيديو رح حكي لك يا صديقي باشرح لك في حال صار معك نفس المشكلة اللي صارت معي و اللي صارت مع كتير ناس لما بتسجل بالامازون بالامازون فليكس بالذات بتطبيق الامازون اب وبترجح بتستغرب بعدين انه ما تفعل معك او ما اشتغل معك لذلك بها الفيديو هاد رح اشرح لك بالضبط شو ممكن تصرفه و شو ممكن تعمل و شو معناها هالشغل هاي انه ما يشتغل معك الامازون فليكس لاني انا عملت كتير ابحاث و عملت كتير امور و دورت على الانترنت للاسف ما لقيت شي لحتى اتصلت بالشركة اربع مرات خمس مرات لحتى عرفت شو تصرف و شو سوي لذلك يا صديقي تابع على الفيديو هات و تأكد انت لو ما نقم بشترك بالقناة اشتريك و لا تنسى الدعم هيك بلايك حلو منك و يلا خلا نبليش مباشرة بنت بس نوه على النقطة صغيرة او موضوع صغير وهو موضوع الامازون فليكس طبعا اللي اول مر بشوف الفيديو هذا ما بيعف شو الامازون فليكس فينك يا صديقي ترجع تفوت على الفيديوهات و تعمل ابحاث بالفيديوهات عندي بالقناة في كتير عمل كتير فيديوهات عن موضوع الامازون فليكس كيف تشتغل كيف تعمل عمل تجربة على الارض الواقع و رح تشوف كتير شغلات حلوة رح تفيدك ولكن هذا الفيديو لك اذا انت قررت و حبيت تسجي بالامازون فليكس بالتطبيق و صار معك نفس المشكلة اللي صارت معي طيب شو اللي صار معي رح ورجيكم اول شي على التليفون مباشرة انا بعد ما سجلت طيب هاته التطبيق الامازون فليكس شايفينو لازم يكون مبين عليكم تمام شايف هاي الصفحة اللي بتطلع لك بس رأح اكيل لك شغلي مشان ارجع اشرح لك وقول لك هاي شو هالمشكلة هاي طيب شو اول شي اعملتو انا صراحة لازم يسجلت بالامازون فليكس يعني متلي متلكون انا بدي اشتغل بيوم الايام لازم يقول لك اولا تجرب الامازون فليكس جارة بتسجلت بالتطبيق حطيت الاميل وحطيت عطيتهم لاحكم عليه وش هات السواه و الامور كل ياته تمام بتشوف فيديوهات عطيتم شوف فيديوهات على التطبيق انت مشان تعرف شلون توصل طنبيات وتعمل كمان بتخلصها وبتستنى لك شغلت اسبوع زمان بعد ما تكون انت قدمت اوراقك كل شي طبعا كله عن طريق الاميل راح يجيك بعد فترة بيجيوني ايميل وبقولولي يا بني يعني انتي تم قبول لك عنها بالامازون وصار فيه لك تبلش تسجيل الطربيات بقولول لك ان نفوت على البرنامج وشوف اول طربيه وين وبلش توصيل طيب لديت فتحت هذا البرنامج هذا اللي فوت عليه لساة المشكلة الهلة فقلت له ان اشارككم فيها قبل ما تروح ودرجع التفعل شوف بعد ما تفوت على التطبيق بعد ما طبعا ما تتخلص كل شي كل شي بصير امورك تمام تجي بتسجيل بايميلاك وتفوت لاحظا نشوف الفوكوس مبين شوف شلون ما بيعطيك شي حتى لما بتكبس على اشارة الاستفهام هاي اللي هون شوف شو بيعطيك بقول لك انه معنا بان انجليزي حيان تطلع بانجليزي حيان تطلع بالمانيا بقول لك انه بالمنطقة اللي انت فيها ما في حاليا ولا طلبية بيرجع انك انت بالايام المقبلي الاثنين او اليوم المقبلي الى الايام اللي جاي يعني انك ترجع تفتح التطبيق وتشوف اذا فيه طلبيات جديدي وما عندها غير كلمة الاب ميلدن تنسيل الخروج هون تحت بكتوب انجليزي بغايش وانجليزي باكيته اب وانجليزي باكيته تسو حلو؟ ما هي بيطلع لغير كلمة الاب ميلدن طيب شو هاي المشكلة وشو اللي صار معي وشو هاي الليته شو معناها هاي؟ في حال انتي يا صديقي امورك كان تمام سجلت وكان كل امورك على 24 بلشت شغل معناها امورك تمام ما في اي مشكلة ولكن هاي شو اللي بيصير اللامزون فليكس اني مانون بمكان واحد اني يعني مجموعين بي اماكن كتير وبي اماكن كتير بحالما بقى براندنبورغ ببرلين وبوتستان وبهامبورغ تغيستن بكله المنطقة اللي انا سجلت فيها انتي لما بتسجل بقول لك امورك توزيع انا حاطت لهم برلين تمام؟ طيب رجعت بعد فترة شوفت الشغلة اللي صارت معها اي رجعت بعد رسالة وانتل له انا صليت على فكرة استنيت اسبوع مو يوم ولا يومين استنيت اسبوع رجعت لها لذول السببورت تبعاً تلاقي كمان الاميل تبعاً لما بتشو اسمو بتلاقي برد تبعاً انه اذا بدأ عندك مشكلة كتوبنا اياها كتبت له لذول السببورت وانه يا اخي تاعة ساعدوني انا هذا هيك هيك مشكلة عندي كتبنا وحكينا ما استفدنا شيء ولا عارفت شو المشكلة المرة رجعت بعد يومين كما رجعت المهم بعت ثلاث ايميلات كتبت ثلاث مرات واتصلت فيهم مرتين وروحت لعندهم تدور عليهم بشركة برلين بالمركز تبعاً انه افهم حدا يساعدني ان شو هالمشكلة هاي يعني لاب مواقع امريكي بتفهم عليهم ما بتشوف غير صورة هاي البنت اللي عادت تضحك هيك ورفو ما بتعرف بالمرة للموظفية الحكي امتها الحكي صار بعد بعد تقريباً شي شهر شي اربع اسابيع اتصلت وسألت لها يا استاذة يعني انا اريد ابدأ عمل ولكن المشكلة اللي بيصغر معينه كل ما بفوت وطلع لها المشكلة قال انا ممكن ساعدك الموضوع حكي لي شرح لي اكتر وعطيني ايميل لك قلت لها اتصلت كتير وما حتى ساعدني اعطينا مكان الامازون فليكس او البرو طبعاً او المكتب حتى اروح انا عندهم اشرح لون قال جرب وقلت لها طيب ماجي عطيتها الاميل كمحاولة اخيرة يعني قبل ما افئس الشغلة كلها عطيتها الاميل وحطت فادة الاميل قالت لها موضوع بسيط جدا لتلت لها شو المشكلة قال المشكلة انك انت مسجل ببرلين قال المشكلة ان هلأ ببرلين في قائمة طويلة من الناس كلها عم يستنى دور اللي يجي وانتي واحد من هالناس يعني انتي انا اسمي عالفارتاليستي قائمة الانتظار طيب قائمة الانتظار هاي طويلي ولا صغيري قال انا ما في نعطيك ولا ما في نساعدك بالموضوع لانه هي ما بتعرف انه هاي قائمة الانتظار طويلي ولا صغيري ناس تاني مسؤولي عنه وهيك معلومات ما بيسردوا يعني ما بيخبروا ولا حدا المهم قال بدك تنتظار سبوع اثنين تلاتي شهر شهرين ما عندهم فكرة يعني هاي شون بصير كل ما واحد فأس من الامازون وطلع بيجيبوا التاني اللي على اللستي راح اللي بعده فأس بيجيبوا اللي بعده على اللستي واهكز القائمة طويلة ولكن ببرلين يا صديق لو انت بتعرف انت لو برلين يعني ملياني ملياني بشارة كله عمال يشتغل فيها انا روحت صراحة وهلا في شغلة تاني بحكي لكم بس حتى تزبط شوي كمان اللي علاء بالامازون ويشتغل بالامازون منحكي فيها الموضوع مرة تاني شفت اللي سيارات كله امازون فليكس كل واحد جاي بسيارته ويحط الطنبيات يطلع فقلت معناها قديش في ناس ببرلين بده تعمل هالميني جوب مو ميني جوب هذا ما يوجد طلق عليه ميني جوب يعني ولكن بده تشتغل معوهن رقم كبير لذلك قالت لي شو بده انقل لك على بوتستان ممكن تصير يعني أسرع شغلين ببوتستان فيها بدنا بعيدة على بوتستان وقلت لي ما بدي بوتستان خليني ببرلين عمال انتصار ممكن هاي المشكلة تصير معاك في حال انت سجلت باحد الاماكن اللي ما بعرف وين انت عم تشوف الفيديو فلذلك بصر معاك هيك شيء فقلنا على علم وعلى ثقة انه انت اسمك يعني على الدور قدريك بدك تسألها لا تسألني يعني انا اللي بحث نساعدك فيه ولانا انا ما عندي ما بحث نساعدك فيه وما حدا حسده حتى يساعدني فيه لحتى انا خمان ساعدك به السؤال هات ولكن الشغلة ممكن تاخد سبيع وممكن تاخد اشهر ممكن شغلة تطول كتير وممكن بسرعة يعني انت وحظك ما بتعرف حسب لذلك حبيت بشارككم بها الفيديو هذا وقلت لك هالمشكلة هاي بس صارت معاك اللي عليك انك تنتظر حابب كمان انت تتصل فيه تتأكد كمان اكتر من لو انها يعني حكي مواناك واصغ فيه ممكن تتأكد وتتصل رح تلاقي بس تتسجله تعمل رح تلاقي الامور كله هاته او في فتعة جوجل اكتوب امازون فليكس تليفون نور رح تلاقي اول شي وقل لن انا هيك صار معي المشكلة كمان رح اقول لن خمسة شي ان اسمك الانتظار لذلك يا صديقي اسمك الانت على الانتظار حبيت شارككم هيك بسرعة به المعلومة هاي مشان تستفيدوا منا اخواتي لا تنسونا هيك بدعم كامعكن اخوكم سيمان سرئيني واللي عنده اي سؤال لحظة لعنده اي شي كمان والله انا من العيون هاي يعني عيني هاي بساعدكم بكتوبكم فيها اكتبها تركوا تحت بالتعليق انا بتشكركم من قلبي السلام عليكم واطلا وبركاته اشتركوا في القناة